طيب معنا دينا كمان هتسمع دينا هتقول لك زوزو زينة دلحها دلحها بتقولها ايه بقولها يا زوزو هي زينة وهي برضو الاولى يالله يا زينة بريزدينشال اونر مساء الحير انا زينة حفيدة باشماندس فراج عامر انا لو تقدروا تسألوني علاقتي بجدي عاملة ازاي طبعا هي من اقوى العلاقات اللي موجودة عندنا في العيلة طبعا انا اكبر حفيدة والحفيدة الوحيدة اللي قادت معاه اطول مدة وانا بالنسبة لي علاقتي مبيني انا وجدي غير اي علاقة تانية في العيلة ومميزة لانه لو انا اقدر امثل جدي بالكلام او اشرحه اقول انه هو زي ما عمري دياب بيقول دايما في ظهري واقف جنبي صاحب عمري ده رزق ده كنز فانا احب واشكوره على كل حاجة هو عملهالي هو طول عمره بيدعمني وانا بشتغل في المدرسة ونفسي اوصل لربع اللي هو عمله في حياته وياريت اقدر احقق ده ودايما احب انه انا اخليه فخور مني بس ربنا يخليه لينا حبيبة قلبي حبيبة قلبي هي اكتر اكتر واحدة قريبة ليه في احفادي كلهم هي زينة اكتر انا كلهم بحبهم زي بعض بس بحب زينة وزين زينة وزين وعبودي قريبين جدا 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 لقلبي طب ما تيجي شو بيئة الاحفادة يقولك حب لما انا مع جده احنا بنبيع مع بعض بنسطاد مع بعض ومرة لما كنت بسطاد انا جبت تونة كبيرة اكبر من جده ولما كنا بنسطاد مع بعض وكنا بنبيع مع بعض برا ويساعدني هزاكر صباح الخده انا اسمي عبدالله احنا بنهب جدا قوي 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 بيدينا كل هاجة وبيشترينا العاب وبيشترينا اما كدويات وبيشترينا كتير حاجات اللي احنا عاوزين ويشترينا بطة واشترينا جمل واشترينا حسان ويشتري كل هاجة اللي احنا عايزين وبيخدنا في النادي وبيخدنا في المصنف وبيخدنا كل حتى اللي احنا عايزين ربنا يا وفاك يا جدو في السموحة وفي فراغلة في كل حدا بتعملها فراغلة سمرت حياتك ربنا يخليهمك بخليلك ابنك في مجلاتك وتشوفوا بكده في الاحصان ساحة هويتك ايه؟ الصيد أنا سمعت ان انت بتطلع مع الخطيب وحسن كابتن حسن ودكتور حسن مصطفى والحاجي جمال بتشتروا سمك وقعدوا افتحتي براكبوا في السن امر مر بيحصل خلاص الكلام دا؟ لا مفيش الكلام دا خالص خالص اكتر مرة رصدت فيها سمك كان وزنها الديئة كنا مع نفس المجموعة طلعنا ثلاث سمكات في نفس الديئة واحدة ستين كيلو أو خمسة وستين كيلو واثنين كل واحدة واحدة حوالي خمسين أو خمسة وخمسين واحدة أربعين في نفس الوقت في نفس الوقت اتصور سيادتك في نفس الوقت واكتر واحد بيحب الصيد طبعا كابتن محمود الخطيب خطيب يصطد ايه؟ بيحب يصطد اوي 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 طلع ايه مهن عرف احنا كلنا مع بعض لا هو يعني بيرمز النار وبطلب يا مهتم بيحب الصيد بطريقة فضيعة طبعا بقولك التلاتة التلات سباكات دولار طلعوا معنا في نفس الديئة احنا بنربي السنار وبننتظر هو بيجيب ايه وبعدين كلنا بقى بنشد مع بعض ما كانوا ولا تسيط ما كانوا بالكهرباء وكله بس دا كان تجرية وما كان منه بالكهرباء تلاتة في نفس اللحظة كأنه حنلم الشعر الساعة خمسة لعشرة فاقلت له مالنبي بس نستنى لعشرة دقيقة الساعة خمسة بالديئة انت حافظ معادي السمك لا السمك دا رزق اه طبعا بالديئة بالثانية ضربت تلاتة في نفس اللحظة لدرجة ان واحدة منهم كنا فاكرنا انها ارض ستين او خمسة وستين كيلو جرم بيار واتنين وسمكتين ملكة واحدة خمسين واحدة خمسة واربعين في نفس اللحظة شوفوا نفس اللحظة طلعنا سمك كتير اوي خطيب وهيبه في الكرة ومهيبه كبان في الصد ياه ويحب الصد جدد بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله ومرة كنت انا والكابتن حسن الدكتور حسن مصطفى كنا الساعة واحدة دهري كده وكان الكابتن محمود الخطيب وجمال بيه والدكتور وكابتن حسن مصطفى وكابتن حسن حمدي نايمين كله عدناين في قوته وضرب علينا سمكة ارش ارش عملاق طبعا ما قدرناش نطلحها لان كان فيه مساعد مش موجود معنا يعني لو جات معاكو في درب علينا سمكة ارش خدت الشعر مسلا يجي مسلا الف متر مسلا يا خبرة كان معايا الدكتور حسن دكتور حسن كمان يحب الصد قوي هم كلهم يحب الصد ما قدرش تبقى طلقه جمال بيه بقى يحب بقى يشوف السمك بقى وده ايه وده ايه وحب قوي 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 الاكل السمك ورأيه في السمك والكلام ده لا طبعا الصد متع لكن هو رزق طبعا ونعمة بالله يعني اوقات فراغك بتقضيها في الصيد ومشاهدة المباريات طبعا طيب وحتى وانا بصطاد بانا ممكن اطفارك على هل كان فيه مرة وانت بتصاد كده ومش معاك الكابتن الخطيب وبصط مرة واحدة كده كان فيه متش اهلي شغال عملتي ايه لا بشوف الماتشات بشوف الماتشات فالأيباد والعندي فيه تلفزيون وعندي كل حاجة بيجي لك كل حاجة بكل حاجة استرائيت كل حاجة شايف الماتشات كلها طيب انت بتحب الاكل؟ بحب الاكلة ايه الاكلة اللي انت بتحبها قوي قوي يعني اكتر حاجة السمك السمك. ده عشان وجودك في اسكندرية بتاعها؟ لا هي كده من عند ربنا احب السمك. من عند ربنا. طيب. ايه الاكلة اللي انت بتحب تعملها؟ ما عرفش اعمل. خالص؟ ما عرفش اعمل حاجة خالص. ما بتحبش تخش في المطبخ؟ ما عرفش اعمل حاجة خالص. خالص؟ في اي حاجة. بتاكل بس. اكل بس. طيب. حكايتك ايه مع السوشيال ميديا؟ وانت كده حدث ولا حرج على طول على السوشيال ميديا. انا بقراش. ما بتقراش. اكتب بس. معنا عشان كده. اكتب بس. ما انت بتكتب رد فعل حاجة انت اشتها؟ لا بقول حدث حاجات كده. لكن انا اقرى ما اقراش ابدا. خالص. نهائيا. لكن اتفرج على فيديوهات. على فيديوهات. طيب. انت بتحب الاغاني القديمة؟ طبعا. ايه اللي مطربك المفضل او مطربتك المفضلة؟ يا فايزة احمد. يا سلام. يا تمر حنة. يا جماله. طبعا. مش عايز اقول عبدالحليم حافظ. بس احب فايزة احمد جدا. مكلسوم مش فنة. مكلسوم طبعا مش عايزة كلاسيكية. العرب كلهم والمصري كلهم يحبوا. دي حاجة اساسية. يعني الكلام عليها مكرر لكن. طيب. انت تجوزت عن حب. طبعا. ايه الاغنية اللي انت بتسمعها دلوقتي بترجعك للزمن الجميل. ايام ما كنت بتحب. ميادة الحناوي. ليه اغنية ايه؟ كان فيه اغنية جميلة اوي ايام لما كنت خاطر. طيب. قلها وانت بصت كده للمدام. بص. انا اه كانت اه. اغنية جميلة اوي اوي الميادة الحناوي. لا اه. لا انا امراتي طبعا بهديلة كل حاجة لانها صحبة فضل كبيرة اوي اوي اوي. ميلاش ميادة ديا اغنية كده انت اي كالمات من اغنية. انها عاشت معك في الحلوة والمهور. كل حاجة طبعا طيب. ايossing. انت بتحب اغنية عنابي يا عنابي. عنابي. اه. وااا انا باحب باقول اه دي. ل Revel Le Mphina. أقول لها ايه عبد الحنيم حوز مفيش اجمل من كده. اه. طبعا. اغاني عبد الحنيم حوز هداب هنا كلها. كلها. اتكلم عن الحب طبعاً تحب الأفلام لقابل دو اسود؟ أحب الأفلام لقابل دو اسود وحب أفلام اسمعين ياسين أفلام اسمعين ياسين طبعاً ده الفيلم مين نجم الكوميديا اللي هو بقى بنسيك الهم بتاع طوله النهار؟ عاد الإمام عاد الإمام أحب عاد الإمام جداً وجبته فنادي وفنادي سموحة راجل جميل عاد الإمام أوي لا ده عاد الإمام ده حاجة ملهاش مثيل مش عايزة كلام بتتابع دلوقتي المسلسلات والكلام دي كله ولا مفيش هو؟ نا بسيطة خالص مفيش حاجة تشدك نا خالص لا هو طبعاً كلها في حاجات جميلة وأعمال فنية جميلة وجاء أراقية واحترم اللي بيشوفوها بس يعني قليل قوي شفت المسرحية بتاعة محمد اللي هي المشهورة قوي دي محمد ينيدي؟ لا 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 ومحمد ينيدي طبعاً فنان كبير بحبه قوي 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 جي صور عندي في المصنع فيلم جاء أنا البيانة التالي واعرف ناس كتيرة واكتشفت ناس كتيرة شيرين أو طبعاً اللي خلاك اتخشافت العجوة كبير لا شيرين أول مرة في حياتها تغني في سموحة والله وتامر حسني تامر تامر حسني ده أفتكر له موضوع برضو اكتشافي لأن كلمني عبدالله المطاوع وقال لي أنا فيه الله يرحبه الله يرحبه طبعاً فيه اوتوبيس المفاجئات جاي فنان بابا أستاذ في الموسيقى نفسه يغني كان تامر حسني وعارف كمين كمان بهاق سلطان يا سلام أول مرة في حياته يغني في نادي سموحة الصدفة الصدفة بتصنع حاجات بس أنا توقعت له من نبوغ شيرين دي أول مرة غنت في نادي سموحة في استاد لوكي كان ليسا ما عادش عارفة خالص قلت له أنت عارفة قلت له أنت حتيبي أشهر مطربة في مصر قلت له يسمع منك ربنا ربنا يديك الصلاة والعابة وخليك لأسطيتك وخليك لي وتبقى الحاجة